وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ الاقتصاد السياسي دكتور كريم العمدة دكتور كريم كيف ترى أداء تقرير وكالة فيتش وذلك بشأن الاقتصاد المصري نتحدث عن إحدى الوستاذ الحظة المصرية التباع الوكالة فيتش طبعاً رفقاً في المنشرات الإيجابية أو الصفعات الإيجابية المتفائلة للأصداد المصريحة التعاملين 30 على إنها لقدمتصاد السياسي من أشار التقرير يعني قد يصل إلى السعودية 43 بليار طبعاً نحن في عام 2020 أو في نفع مصابس مصريحة للأصداد المصري إلى 770 بليار دولار تقريباً مع توقع اليصل في عام 2025 إلى 870 بليار وبالتالي طبعاً مع معجلات النموة السبيرة مع تحكم التدريجي التي تحكم في المصر والعامل في المصار يعني فهي طبعاً مفشنات بيسم تبقى وصفاً لمعيير وصفاً لقواعد طبعاً محددة كما أننا نتوقع أيضاً تقرير زيادة في المصريات النظر لكن بالإضافة إلى المصار معزل في المصار والبطالة طبعاً يعني بصفاً بالتاليون وليس المصار الوحيدة أو التقريري الوحيد الذي ينظر للأصداد المصري منصر فإنه الذي يعني أكثر من المصار أو أكثر من يعني جهة مصار المصار حدثت على أن مصار المصار هو عدد المصار وكل عام يعني معزل أندموه ينذكرنا طبعاً بيناعز على المصار المصارية التي تحكم في أطولنا دكتور كريم بناءاً على ما ذكرناه من أرقام والمعطيات التي ذكرتها الآن من وجهة نظرك هل هذه الإشادات الدولية ستزيد بشكل أكبر من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري لضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة طبعاً يعني أننا نضار شمينكر أنه منذ عام 2017 مع زيادة حتى المناطق المستثمرين في شكل كبيراً فقط في المنوت للمصري فترة أكثر عام أكثر فترة المصري تدلقة فيها المناطق المناطق المشهرات الأجنبية المشهرات العام 2020 يعني كان أعلى عام في محرات البلوية النقاط المستثمرين وكنت أجابينه 8 أجابينه يعود تليقين ان ثقتها الوصولة الوريضة من المصري فابتدينا نشوف مع الزيادة فترة أو المعان زيادة الفترة المناطق المناطقية والفرابق والتحكم الكتب الأمريضة الجديدة والفرابق لنا عاد للمصري أخرى الأمر اللي خلنا مصري يعني هي تركيها 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 بفاكرة أفروسيا وهي إدريت مصري عن السنة عام 2017-19-19-20 اللي هي تبيح جنوب أفروسيا عن التركز الأول اللي كانت مرات مفروسيا بعد ما خلت تركيها يعني كانت تستخذ على هذا المركز لمدة عشر سنوين لتأليا طبعا الثوافعات إيجابية لأفروسات التركيز كانت كلما زادت من صفوصات كلما ده طبعا نعتق عن المرافز الكبيرة المباشرة اللي حتاكت تأكد شدة علشان يعني نوسع طبعا الضماعي والتركيز والتركيز والمعلومات وهنا تستطيعها يعني لطائفة اللي هي يعني لكنها بشدة في الصفرة القادمة علشان تقضي أشكرا جزيلا شكر أستاذ الاقتصاد السياسي دكتور كريم العمدة كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا على هذه المشاركة